بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا وسهلا بكم في قناة Medical Students إن شاء الله مكملين بكورس الفارماكولوجي وصلنا إن شاء الله لموضوع الفارماكو دايناميك اليوم إن شاء الله راح نبدي موضوع جديد أو سيستم جديد من محاضرات الفارماكولوجي راح يكون موضوعنا اليوم الفارماكو دايناميك تذكرون محاضرات الفارماكو كاينتك اللي كانت إنترودكشن أربع محاضرات عدنا محاضراتين أيضا أيضا يعتبرا من ضمن الانترودكشن اللي هما الفارماكو دايناميك شنو السبب بتأخير هذول المحاضراتين هذول الانترودكشن المفروض نأخذهم ببداية الفارما أنا أخرتهم حتى هسا مرح نجي ندرسهم راح تشوفونهم كل السهلين ما راح نتأخر بيهم اليوم إن شاء الله بهاي المحاضرة راح تكون كلش محاضرة بسيطة وسهلة عليكم يعني شوقت ما تشوفوها وشوقت ما يعجبكم وتشوفوها حتفتهموها لأن محاضرة كلش راح تكون سهلة أمبلش بموضوع الفارماكو دايناميك قبل ما أقلب حتى سلايد شنو معنى فارماكو دايناميك إذا أسألكم سؤال شنو معنى فارماكو دايناميك أنا ذكرتها بمحاضرة الانترودكشن تو فارماكولوجي قبل ما أبدي الكورس كانت أكون محاضرة مشروحة لكل الطلاب حتى اللي ما مشتركين بالكورس كانت يعني معلومات عامة عن الفارما قلت بيها شنو معنى فارماكو دايناميك قلت لكم من حرف D تذكرون انه هو تأثير لدرق وين؟ على الجسم تأثير لدرق على البادي هذا هو الفارماكو دايناميك زيان؟ تأثير لدرق على البادي هاي اهم معلومة عليكم تعرفوها بهذا السلايد فارماكو دايناميك What's the effect of the drug on the body شنو هو تأثير لدرق على الجسم يعني لدرق من انا راح ابلع الدوة او راح اخذ الدرق من راح اخذ العلاج هذا لدرق وين راح يروح يشتغل على يا رسبتر شنو هي الميكانزم ما الاكشن مالته شنو التأثير اللي راح يسوي لي يا لدرق هي هاي يسموها الفارماكو دايناميك شون ما كانت عندنا الفارماكو كاينتك ندرس بيها الابزوربشن والديستروبيوشن والميتابوليزم والاليمينيشن هذاني الاربعة ادم تمام الفارماكو دايناميك ندرس بيها رسبترات رسبترات وشلون يشتغل لدرق هذا هو شغلنا بالفارماكو دايناميك عندنا محاضرتين عليها راح نبلش بيها بداية باول سلايديا بالمحاضرة هذا السلايد والسلايد اللي بعده معلومات كلكم تعرفوها وما اريدكم تحفظوها ليش لن هي مجرد تعاريف مصطلحات اول شي راح يعرف لكم شنو معنى فارماكولوجي علم الفارما تمام او علم الادوية او علم العقاقير يسمونه زين اللي كلينيكال فارماكولوجي اللي هي علم الادوية السريري او اللي هي علم العقاقير السريري التوكسولوجي علم السموم تمام راح يعرف لكم اياه بعد اياه راح يعرف لكم الفارماكو كاينتكو الفارماكو دايناميكو شنو الفرق بيناتهم فاول سلايديا احنا ماخذيهم اصلا من الانترو زين فراح احجيهم ع السريع وما اتأخر بيهم وقلت لكم وما راح يجيب لكم ياهو معرف فإذا تشوفون أنا بكل تعريف ملوني لكم كلمة بالأحمر هاي الكلمة هي اللي يدليكم مثلا الفارماكولوجي علم العقاقيرة وعلم الأدوية Is the body of knowledge concerned with the action of chemicals on the biologic system? يعني شنو الbody of knowledge هنانا البادي هتدرسكم إنجليزي البادي هنا تيجيب بمعنى مجموعة تمام مو تيجيب بمعنى جسم هنانا البادي تيجيب بمعنى مجموعة مجموعة الknowledge مجموعة المعارف أو مجموعة العلوم اللي تهتم بدراسة الaction of chemicals الchemicals هي الأدوية تمام? الchemicals يقصد بيها الdrugs من أقول كلمة chemicals أو أقول drugs أو أقول agents كلتها أقصد بيها دواء تمام? فإذن الفارماكولوجي بيش تهتم بالaction of chemicals بشغل الأدوية on biologic system على الأجسام الحية أو على الكائنات الحية على الإنسان بين قوسين تمام؟ هاي هي الهدف من تعريف الفارماكولوجي إذن بأول تعريف حتى ما نرجع لأولا اللخصة ولا الراجعة الفارماكولوجي علم الأدوية أريدكم تعرفون عليه هو العلم اللي يهتم بالaction of chemicals تمام؟ يعني بشغل الأدوية بشغل المواد الكيميائية وين؟ على البييولوجيك system تريدون تقولون هو الـ body of knowledge وتعرفون هذا التعريف تريدون تعتمدون التعريف اللي عرفتلكم بداية الانترو بداية المحاضرات وذلك التعريف أضبط هذا التعريف أني جايبة من مصدر لبنكوت هذا التعريف من محاضرة الدكتور تمام؟ فإذن هو action of chemicals on biologic system زي خاف أحد يحكي لكم شنو فارماكولوجي قوله هو action of chemicals on biologic system يعني هو شغل الـ chemicals أو شغل الأدوية على الأنظمة الحية تمام؟ على الكائن الحي على الإنسان تمام؟ إحنا كأطباء ككلية طب نهتم بالclinical pharmacology كلمة clinical أكيد تعرفوها قدتوا هسه أول ثلاث مراحل يسموه basic المرحلة الرابعة والخامسة والساتسة clinical clinical يعني تهتم بيش تهتم بالprevention بالوقاية بالdiagnosis بالتشخيص بالtreatment of disease يعني أنت تدرس clinical pharmacology إحنا إحنا هسه إذا نريد ندرس محاضرات نهاية اللي ينطيتكم إياها ما الـ CNS ما الـ Diuretic ما الـ Autonomic Nervous System هاي يسموها clinical لأن أنا ما جيت درستكم هذا لدرق من شنو يتكون كمواد كيميائية هاي يهتمون بيها الصيادلة تمام كلية الصيادة اللي يهتمون بهيش شي إحنا كأطباء العلم اللي نهتم به هو clinical pharmacology يعني الشي اللي clinical اللي يفيدنا بالprevention وبالdiagnosis وبالtreatment of disease تمام فإذن clinical pharmacology اللي هو السريري الفارما السريرية تمام علم الأدوية السريري أو علم العقاقير السريري It's the area of pharmacology هو جزء من الفارما يهتم بيش بالuse of chemicals باستخدامات الأدوية ذكرون إحنا من جاي ناخذ أدوية Autonomic Nervous System CNS جاي يقول لكم هذا لدرق ولشنو يستخدم فإحنا ده ندرس الuse of chemicals استخدامات الأدوية وين بالprevention بالوقاية أو بالdiagnosis أو بالتشخيص أو بالعلاج مع الأمراض تمام هذا معنى clinical pharmacology التوكسولوجي اللي هو علم السموم هذا العلم أو الarea of pharmacology هو أيضا جزء من الفارما بيش تهتم تهتم بال undesirable effect of chemicals يعني العراض الجانبية للدرق تمام الآثار المضرة للدرق الجانب الثاني من الدرق تمام التوكسولوجي علم السموم يهتم بيش بال undesirable effect of chemicals بهذا السلايد شنو نعرف دكتور بهذا السلايد ما راح يجيكم ولا كلمة كتعريف ما راح يقول لكم عرف لي pharmacology عرف لي clinical pharmacology عرف لي توكسولوجي لا بس هاي مصطلحات تفيدكم كأطباء تعرفون شنو توكسولوجي توكسولوجي هو العلم اللي يهتم بدراسة التوكسيك effect بدراسة الـ undesirable effect بدراسة السايد effect ما للدرق تمام هذا توكسولوجي عرفوا لي ياهيش الـ clinical pharmacology شنو فرقها عن الفارمكولوجي العادية الـ clinical pharmacology آني ككلينيكل كطبيب تمام اهتم أدرس الـ uses of drug يعني الاستخدامات ما للدرق أو ما للكيميكل بالـ prevention بالـ diagnosis بالـ treatment of disease especially when بالـ human لأن احنا نهتم كل يطب بشري تمام والـ pharmacology هذا تعريفة أو أعطكم تعريفة من الـ intro أنا معرف لكم ياهف هذا الـ slide ما رح أطول بي لأن slide يعني ما بي ذاك الشي المهم بالـ slide الثانيش حاجي إنه أيضا معلومات تعرفوها أغلبكم الـ drugs may be chemically synthesized or purified from natural sources يعني شنو يعني الأدوية يا أما يصنعوها بمختبرات كيميائيا chemically synthesized from natural sources أو يصنعوها أو ينقوها أو يجيبوها من من natural sources من مصادر طبيعية أخذنا بذيك المحاضرة إذا تذكرون المحاضرة سارتها مع Autonomic Nervous System أخذنا الأتروبين كنا هذا نجيبها من الـ natural من البلانت تمام زيان في يأكو بيها يصنعوها كيميائيا بمختبرات ويسوون دراسات عليها حتى يعرفوها إنه هي فعالة يعني في علاج هذا الـ disease أو لا وأكو بيها لا يجيبوها من natural sources أيضا فالأدوية يا أما تصنع كيميائيا بالمختبرات باللابورتري يا أما يجيبوها من natural sources زيان زيان إذا سواء هم صنعوها كيميائيا أو سواء جابوها من natural sources من مصادر طبيعية أهم شيء بالـ development and clinical use يعني إنه هم من دي سوون هذا الـ drug ومن دي يطورونه لازم يعتمدون على شغلتين ورح تأخذوها بالعملي هاي رح تأخذوها بالعملي efficacy and safety أهم شيء لـ drug اللي يصنعونه بهاي الميستين efficacy and safety أول شيء لـ drug آمن لازم يكون يعني خما أصنع درق هو صحي يعالج ديزيز بس بنفس الوقت يسوي أمراض ثانية أو يقتل أو سام فهذا ما يصير أستخدمه فأول شيء أول هدف من إنه أنا أطلع درق أو أول objective أخليه براسي إنه لدرق يكون safe آمن تمام شغلة ثانية وراء ما اكتشفت إنه safe لازم يكون efficacy الـ efficacy لازم يكون فعال تمام يعني الإدرق يشتغل يعالج هذا الديزيز يعني هم حتى يصنعون درق لازم يعتمدون إنه يكون efficacy فعال ولازم يكون safe آمن تمام فإذن بالنقطة هاي الأولى منها تعرفون شغلتين تعرفون إنه لدرق يا أما يجيبونه chemical synthesis تصنعونه كيميائيا من مواد كيميائية تمام من مركبات كيميائية أو يجيبونه من natural sources من نباتات من حيوانات من أشياء ثانية يجيبونه رح تأخذوها بالعمل تمام بس كنت الحالتين إذا جابوه من مصادر كيميائية أو إذا جابوه من natural sources من الطبيعة لازم الإدرق تكون بيه متوفرة هاي الخاصيتين اللي هو يكون safe and effect يعني عنده efficacy فعال تمام هاي الخاصيتين طبعا الدرقات تاخذ يعني الإدرق حتى ياخذ عشرات السنين حتى يتصنع رح تأخذوها بالعمل أول محاضرة بالعمل بالنسبة لطب المستنصرية هتأخذوها أول محاضرة بالعمل شون الإدرق يتصنع مراحل تصنيع الإدرق أول شي لازم أحدد الدزيز لازم أعرف الفيسيولوجي ما لهذا الدزيز شون دي يصير هذا المرض تمام بعدين أروح أدور على مصدر أجيب من عنده الإدرق اللي يشتغل بعدين أجري دراسات على الحيوانات وعلى البشر وأكتشف إنه هذا الإدرق فعال لولا آمل لولا فالدرق يمر بمراحل آخر مرحلة اللي هي الـ FDA مرحلة إنه على اللقاحات وتوافق على الأدوية الجديدة تمام فيأخذ عشرات السنين ممكن يوصل عشر عشرين سنة يلا أنت تكتشف لك إدرق تمام ويتطلب يعني ملايين الدولارات حتى يتصنع فلا تفكرون تصنعون إدرق يعني فبالنقطة الأولى يعني حتى ما نطلع من الموضوع الإدرقية أما نصنعها كيميائيا من مواد كيميائيا أما نجيبها من الطبيعة بكل تالحالتها لازم توفر به شرطة لازم يكون فعال ولازم يكون آمن تمام الفارماكولوجي is divided into two main subdivision الفارماكولوجي تنقسم إلى فرعين اللي هم الفارماكو كاينتك والفارماكو دايناميك أكو زائد فرع ثالث اللي هو من هو فارماكو جينتك تمام فارماكو جينتك حشيتلكم إياه 例 تلكم أكو فرع ثالث باسمو كل myself يهتمون به اللي هو الفارماكو جينتك إحنا اللي همنا الكاينتك والدايناميك الكايناتيك أخذناه وخلصناه بأربع محاضرات هم حاجي لكم نقطة علي هنا الفارماكو كايناتيك قال لكم هو أبو الأربعة أبو الآدم اللي هو absorption, distribution, metabolism, excretion ما رح أحكي عنه اللي نحن أخذناه بالتفصيل الفارماكو دايناميك هسه رح ينقلب موضوعنا كله تا فارماكو دايناميك is the study of the action of the drug on the target receptor and tissue يعني الaction of drug يعني إحنا ش رح ندرس بالفارماكو دايناميك رح ندرس شغل الدراج the action of the drug on the target receptor على الريسبتر أو على التشيو هذا هو الفارماكو دايناميك يعني الدراج من دخل الجسم ورح يروح يشتغل على يا رسبتر الشغل مالته وشنوه الإفكت مالته شنوه الفعالية مالته هذا الدراج هاي هي يسموها الفارماكو دايناميك وهنا راجح حاشي لكم إنه الفارماكو دايناميك what is the drug does to the body والفارماكو كاينتك what the body does to the drug هاي حاشي لكم ياها آني من الانتروديكشن فاللي ما شاء في الانتروديكشن يرجع يشوفها حتى يفتهم آني اجدعي أحتي هذا السلايد خلصنا وما بيديش المعلومات المهمة فراح نعبراه زين خالي لكم هنا صورة توضح لكم الفرق بين الفارماكو كاينتك والفارماكو دايناميك الفارماكو كاينتك اللي هو اللي هو الابزورشن ديستربيوشن ميتابولزم اكسكريشن الفارماكو دايناميك اللي هو الريسبتر بايندين يعني الادرق من راح يروح وين يرتبط بالرسبتر مالتي يشتغل على الرسبتر معين سيغنال ترانسدكشن يعني هو من حي يشتغل على الرسبتر راح تصير سلسلة من الإشارات حتى يأدي فعاليته فيسو الفارماكو لوجيكال افكت وبعدين يصير الرسبونس الاستجابة وأعرف هذا الادرق على شنو يعالج فهذا هو يعني ملخص فارماكو دايناميك وفارماكو كاينتك هسه راح ندخل بصلب الموضوع راح ندخل بموضوعني الي هو الفارماكو دايناميك فارماكو دايناميك بأول نقطة يقول لكم هو الأكشن دي سكرايب يعني يش راح ندرس بالفارماكو كاينتك الفارماكو دايناميك سوري الفارماكو دايناميك يقول لكم هو يوصف الأكشن أوف The Drag On The Body شغل لدرج على الجسم تمام? شغل لدرج على الجسم مني وصفاه فارماكو دايناميك طبعا هاي المحاضرة تعتبر من المحاضرات المكروهة للأساتذة ليش لأن أنا هسا رح أشرح لكم إياها وأكمل أريد أجي أطلع من عندها MCQ لو ألقي MCQ واحد لو ثنيا لو ما ألقي لأن محاضرة يعني كلش ناشفة مريها MCQات يعني مجرد شرح وحشي عام وانتو تعرفوه تمام خلي نكمل Most drugs exert their effects both beneficial and harmful by interacting with the receptor present on the cell surface or within the cell تشوفوها معلومة يعني مجرد معلومة أنتو تعرفوها يعني drugs أو الأدوية شون تأدي شغلها شون تسوي effect مالتها إذا كان effect مالتها مفيد أو var beneficial or harmful من خلال أنه هي شو تسوي interacting with the receptor تتفاعل مع receptor تشلب بريسبتر هذا الريسبتر وين موجود موجود ياما على cell surface على سطح الخلية أو موجود within the cell داخل الخلية تمام هذا الريسبتر اللي نفرض تمام أي رسبتر رح يجي لدراج تمام يتشلب بريسبتر حتى يسوي effect مالتها رح سيصير هذا drug وتشلب بريسبتر شي صير اسمه اسمه drug receptor complex تمام معقد صار تكون الريسبتر وجه تشلب بريدراج فصار اسمه drug receptor complex هذا هو اللي رح يبدي initiate the alteration in biochemical and molecular activity of a cell by a process called signal transduction العملية اللي رح يسوي بيها effect مالتها ويسوي الشغل مالتها وتأثير على الخلية يسموها شنو العملية يسموها signal transduction حتى خليتلكم صورة عليها حتى ما تنسوها شنو هاي الصورة باعوا هذا اليدراج اللي بالأحمر هذا اليدراج واللي بالأزرق هذا الريسبتر يجي ليدراج اليدراج يجي يتشلب بالريسبتر صار اسمه صار اسمه drug receptor complex هذا اليدراج رسبتر complex هو اللي رح يبدي الشغل هو رح يبدي effect على الخلية فهي عملية انتقال ونقل الإشارة والشغل يسموها signal transduction عملية نقل الإشارة تمام تخيلوا شنوه تخيلوا ويايا اليدراج هو الإشارة signal تمام هو الإشارة والريسبتر هو المكتشف أو المستقبل مال هاي الإشارة فيجي ليدراج يقعد على الريسبتر رح يصير عملية نقل الإشارة إلى داخل الخلية ويصير effect تمام يعني حاجة هيوة مجرد مجرد حاجة انتو تعرفوه لا يجي لا يجي بالامتحان ولا فتشي بي مهم هذا هو signal transduction حتى يعني أنا خليت لكم صورة عليها صح وارجع حاجة لكم إياها بالسلايد كامل رح يحشي لكم على signal transduction يشي يقول لكم بيها الدراج act as a signal الدراج يشتغل كسيقنال كإشارة والريسبتر يشتغل كسيقنال ديكتر كمكتشف للإشارة يعني هذا الريسبتر هو يكتشف الإشارة والدراج هو هذا الإشارة شون شون الإشارة الصحة نستلاعيت وهي السؤال في نفس الشي بالضبط تمام الريسبتر transduction their recognition of a bound agonist by initiating a series of reaction that ultimately result in specific intracellular response قالت بس كلمة response يعني شنو حتى ألخصيكم إياها هذا الريسبتر وهذا دراج من يجي لدراج يتشلب بالريسبتر رح أصير مجموعة من التفاعلات أو رح أصير مجموعة من الأحداث series of reaction شوفوا سلسلة من التفاعلات اللي بالنهاية ultimately يعني بالنهاية اش رح تسوي رح تنتج للريسبونس الاستجابة يعني هذا الدراج أنا منطيع عبطا أو عبثا لا أنا منطيع حتى يسوي للريسبونس حتى يسوي للإفكت فهو يجي هذا الدراج عبارة عن signal اللي قد ديتكتر مالتي الاكتشاف مالتي signal ديتكتر اللي هو ريسبتر تشلب بي سوالي series of reaction سلسلة من التفاعلات ultimate اللي انتهالي بشنوى برسبونس تمام تذكرون كلمة agonist agonist هو اللي باعه agonist هو عبارة عن naturally occurring هذا تعريف agonist تحفظه agonist عبارة عن naturally occurring small molecule أو تقولون هو عبارة عن drug bind to the site of receptor تمام وactivate it يعني بينقوس يعني وينشط الرسبتر تمام هذا هو تعريف agonist agonist عبارة عن drug أو أي موليكيول مو إلا drug رح وين يجي تشلب بالرسبتر تمام وactivate it يعني ينشط الرسبتر ويخلي الرسبتر يشتغل تمام هذا هو agonist تمام أكو عندي مصطلح ثاني اللي هو second messenger أو يسمون effector molecules هذا جزء من cascade or offense that translate agonist binding into cellular response باعوا خلي نفرض خلي أرسم لكم هنا هذا شنو خلي أشغل الرسم ثواني خلي أرسم باللون الأحمر خلي نفرض أنه هذا هو الدراج تمام خلي نفرض هذا الرسبتر هذا الدراج قلنا عليه قلنا هذا هو السيغنال تمام الإشارة سيغنال هذا الرسبتر هو عبارة عن شنو عبارة عن الديتكتر المكتشف ما للسيغنال تمام ديتكت يعني ديتكتر تمام من يجي الدراج يشتغل وين يشتغل على الرسبتر إذا نشط فهذا أسمي أسمي أغون هذا الدراج رح تبدي سلسلة من الأحداث يصير سلسلة من التفاعلات بالأخير شي يصير يصير الريسبونس تمام يصير الريسبونس الاستجابة تمام رس يعني رس استجابة هاي السلسلة من الأحداث اللي صارت هنا بينما الدراج تشل بالرسبتر أكو هنا نفد شي سمونا second ماسنجر هذا second ماسنجر هو جزء من هاي الأحداث جزء من الناقل تمام اللي هو ينقل الإشارة ويسوي للريسبونس فالeffectور موليكيول أو second ماسنجر وعبارة عن جزء من الكاسكيد جزء من السلسلة جزء من سلسلة الأحداث اللي هي ترانزليت الأغونيست رح ترجم الأغونيست هذا اللي يرتبط ويسوي للسلول الريسبونس يعني مجرد والله العظيم كلام فارغ ما بيشي بس يعني مضطر أشرح المحاضرة إنه هي جزء من المنه جمالتكم طبعا هي حتى يعني تكونون العلم والإطلاع فما كو دايناميك محاضرتين تمام هاي المحاضرة الأولى رح أخلصها ببارتين البارت الأول بنهايته يعني فمحاضرة يصير دكتور لازم شاي في المحاضرة الثانية مالفارماك ودايناميك تمام وصلنا الموضوع لدراج ريسپتر كوميكس شنو دراج ريسپتر كوميكس يعني دراج إجا تشلب بicipOver ريسپتر فصار اسمه دراج ريسپتر تمام خليني يجي نشوف شنو الحاجة اللي مهمة هنا يقول يعني الخلايا عدها أنواع مختلفة من الرسبترات هاي نعرفها يعني كل واحد من هاي الرسبترات هو مخصص لفد دراج معين وينتج لفد رسبونس معين فهاي النقطة الأولى كلاوة دا يحتيكم حاجة بصورة عامة زين منطيكم مثال الكاردياك سل ممبرين خلايا القلب شعدها البيتا رسبتر تمام هاي حتيكم إياها محاضرات الأوتونوميك نيرفا سيستم تعرفون البيتا رسبتر وين موجودة موجودة بالكاردياك سل زين من رح يجي الريسبتر من رح يجي لدراكسوري رح يرتبط بهذا الريسبتر رح إذا مثلا إبنفرين أو نور إبنفرين رح يستجيب تمام فإذن الخلايا ما للقلب شعدها الريسبتر بيتا رسبتر من رح يجي يشتغل على هذا الريسبتر الإبنفرين والنور إبنفرين تمام نفس الشي مثال ثاني الماسكارينك رسبتر اللي أخذناها بالباراسيباثاتيك سيستم من رح يشغلها سبيسيفك فور أستايل كولين تمام فإذن البيتا رسبتر من يشتغل عليها الإبنفرين والنور إبنفرين هاي تعرفوها من الجهاز السيمباثاء ومن المحاضرة الثانية مالأوتونوميك زين الماسكارينك رسبتر من يشتغل عليها الاستايل كولين هنا دا يضرب لكم أمثلة شوفوا المحاضرة لها السهلة إن إحنا ما أخذيها هذول الثانيات هم شي سيطرون يسيطرون على الهارت فايتال فانكشن يسيطرون أيضا على وظيفة القلب تمام البيتا رسبتر والماسكارينك رسبتر تمام النقطة الوراء The magnitude of the response is proportional to the number of drug receptor complex يعني الرسبونس الاستجابة أو شدة الاستجابة الماغنيتود of the response يعني شدة الاستجابة لهذا الدرق تتناسب وياما proportional يعني تتناسب مع عدد الرسبترات الدرق رسبتر كوملكس يعني شقد ما صار تفاعلاته هاي شقد ما رح تصير الماغنيتود of response أكبر يعني تناسب طردي يعني هايضا مو نقطة مهمة نقطة منطقية مبينة زين طبعا هذا الكونسبت هذا المفهوم مع للدرق رسبتر كوملكس انه انا عندي درق هذا ويجي تشلب برسبتر هذا يشبه من هو يشبه الانزايم سبستريت ما اخذيها بالمرحلة الثانية مو انزايم ويجي او سبستريت يجي قول علي الانزايم وايضا الانتجين انتيبادي نفس الفكرة يعني الدرق ورسبتر هما تقريبا نفس الكونسبت نفس المفهوم مع الانزايم والسبستريت ونفس المفهوم مع الانتجين انتيبادي يعني مجرد كلام فارغ صدقوني ما بيها شي المعلومة المهمة هنانة انه تعرفون انه البيتر رسبتر هي منه رح يشتغل عليها الإبنفرين والنور إبنفرين والمسكارينيك رسبتر منه يشتغل عليها الستايل كورين وهيتعرفوها من المحاضرات الوتونوميك نيرف السيستم باقي الحشي هو يعني كلام فارغ زين هذا السلايد النقطة الأولى طبعا كل الريسبتر عنده specificity specificity يعني خاصية يعني يعني شنو الspecific ما للريسبتر يعني مثلا خلي نفرض انه هذا الرسبتر اسمه بيتا رسبتر تمام بيتا رسبتر من يجي الـ ACH اللي هو منه الـ ACH الـ ASTYL كولين خلي نفرض انه هاي النقطة هي الـ ASTYL كولين مراح تيجي هاي الـ ASTYL كولين هنانا مراح يشتغل ليش لان هاي ما محدد الـ ASTYL كولين ما محدد للبيتا رسبتر ASTYL كولين وان يروح يشتغل يروح يشتغل على المسكارينك رسبتر تمام على المسكارينك رسبتر فاذا كل رسبتر عنده specificity يعني خاصية يعني يعرف منه يشتغل وإل من يستجيب هي مو هيتانة كل من يجي يشتغل لا رسبتر كل من ويعرف that interact based with it يعني شنو يعني الـ Receptorات يسموها باسم الـ Drag الـ Agonist من أقول الـ Agonist يعني اسم الـ Drag اللي يتفاعل وياها مثلا الـ Receptorات ما لهستامي شي يسموها سموه الـ Heistami Receptor تمام وها يعني معلومات قلت لكم والله العظيم ما بيها أي معنى ولا بيها أي شي هذا الـ SLAID شوية رح يبدي الحج هنا نا يتغير ويصير الحج شوية مهم فركزوا وياها منا رح نبدي Receptor States حالات الـ Receptor Receptor موجود بـ Two States بحالتين يا أما In Active سمونا In Active Receptor Receptor In Active و Active يعني Receptor Active تمام فالReceptor موجود بحالتين يا أما يكون In Active تمام يا أما يكون Active باعوا شباب وياها إذا ارتبط الـ Agonist إذا ارتبط فالـ Drag Agonist لهذا الـ Receptor ش رح يصير باعوا ش رح يصير طبعا هما موجودين بحالة Equilibrium يعني شنو Equilibrium يعني بتوازن الـ In Active يساوي الـ Active تمام يعني بحالة يعني تساوي هذول الـ In Active و Active إذا جي ارتبط Agonist Drag Agonist تعرفون الـ Agonist هو الـ Drag اللي يرتبط بالReceptor وينشط إذا ارتبط الـ Agonist بالReceptor ش رح يصير رح يصير Shift from In Active Receptor to Active Receptor يعني إذا كان الـ Receptor In Active ش رح يتحول رح يتحول إلى Active Shift يتحول تمام حتى ينتج الـ Biological Effect حتى يساوي التأثير مالته ليش لين ارتبط الـ Agonist تمام فالـ Agonist رح يحول Shift from In Active Receptor to Active Receptor رح يحول هيا إلى Receptorات نشطة حتى يساوي الشغل زين إذا جي Antagonist Antagonist هذا شي سوي باعه شي سوي Occupy the Receptor but don't increase the fraction of Active Receptor باعوا الفكرة الـ Antagonist أيضا رح يجي تشلب بالReceptor بس ما يزيد Active Receptor ما يزيد الReceptor Active ليش؟ لأنه مجرد يسد الReceptor مجرد يسوي بلوك للReceptor زين المصطلح الثالث اللي هو Partial Agonist Partial Agonist شنو معناته؟ أكو أدوية يسموها Partial Agonist يعني تشتغل Agonist بس الـ Agonist ما يتكون Partial جزئي هاي باعوا هم تسوي Shift من الـ Active للـ Active يعني هم تحول الReceptor إذا كان Active إلى Active بس جزء الـ Active هنا اش رح يكون أقل من الحالة الـ Agonist يعني الـ Agonist أكثر خلي أشوفكم إياها بصورة باعوا إياها شباب لنفرض أنه هذا الـ Agonist هذا الدراج يجي ارتبط بهذا الReceptor ارتبط تمام؟ ش رح يصير؟ خلي أشوفكم ش رح يصير؟ هذا Agonist تمام؟ Drag الـ Agonist أقصد به الـ Drag اتجار تبط بهذا الـ Receptor ش رح يصير؟ رح يصير Agonist Receptor Interaction رح يتفاعلون تمام؟ تفاعلوا ش رح يصير؟ الـ Drag Action Effect يعني رح يصير الـ Effect رح يشتغل الـ Drag وسوير الـ Effect يعني رح يتحول الـ Receptor من Active إلى Active ليش؟ لأنه الارتبط Agonist زيان إذا الارتبط Antagonist إذا ارتبط Antagonist همات رح يرتبط بالReceptor همات Occupy the Receptor همات رح يتشلب بالReceptor بس No Drag Action No Drag Effect يعني الـ Drag هنا ما رح يشتغل ما رح يسوي التأثير مال مجرد يسد الـ Receptor ما يخلي الـ Receptor يشتغل يوقف شغل الـ Receptor تمام؟ بينما الـ Partial Agonist هذا يشتغل بس الشغل مال تيكون أقل من الـ Agonist Less than the cost by Agonist يعني أقل من الـ Agonist Partial من اسمه Partial يعني جزئي تمام الـ Agonist والـ Antagonist والـ Partial Agonist هم مثال على Legands أو Molecules ترتبط بالـ Activation Site أو the Receptor هي مثال على جزئيات أو Legands ترتبط بالـ Receptor هذا مفتد شيء مهم هسا رح نحكي على Receptor فاملي هذا أهم موضوع بالمحاضرة هذا أهم موضوع الحشي اللي حكيتها قبل تقريباً كلية كان حشي عام تعرفوا أنتوا ما أخذيه قبل حشي لكم هنا أنا Receptor فاملي ما حكيها قبل فهذا موضوع مهم بالبداية معرف لكم شنو هو الـ Receptor قائل لكم الـ Receptor هو Any Biologic Molecules to which a drag bind and produce a response يعني شنو يعني الـ Receptor هو عبارة عن أي جزء تمام يرتبط بي لدرك تمام ويسوي للـ Response والـ Receptor يقول لكم ممكن يكون Enzyme ممكن يكون Nucleic Acid ممكن يكون Structural Protein كلها كان Act as a Receptor كلية ممكن تشتغل كReceptorات زين The richest source of Therapeutically Relevant Pharmacologic Receptor are Protein هاي ممكن تجيكم أكثر أنواع الرسبترات شيوعا كأدوية هي البروتينات تمام أغلب أنواع البروتينات أو أغلب أنواع الرسبترات بالأدوية راح تجي تشتغل عليها بروتينات بس ممكن نلقي Enzyme كReceptor ممكن نلقي New Click Acid يشتغل كReceptor وممكن بروتينات تمام عوالي الرسبترات أربعة تحفظوها مثل أسماءكم راح نيجي نشرحها وحدة وحدة Ligand-Gated Ion Channel G-Protein Coupled Receptor Enzyme Linked Receptor Intracelular Receptor راح يجي يطالب يقول لي شنو ذول الأربعة دكتور راح أقول لهم أي درق بالعالم أي درق بالعالم أي دوا بالعالم مني يريد يجي يشتغل كMechanism of Action راح يشتغل على وحدة من هذن الرسبترات يأما راح تلقوني يتشلب بLigand-Gated Ion Channel يأما تلقوني يتشلب أو يشتغل على G-Protein Coupled Receptor يأما تلقوني يشتغل على إنزايم يسوي Activation or Inhibition يأما تلقوني يشتغل Intracellular داخل الخلية على النوات أو على السايتوبلازم إحنا بالبارت الأول راح ندرس أول اثنين Ligand-Gated Ion Channel والG-Protein Coupled Receptor الإنزايم والإنتراسيلول راح أخليهم للبارت الثانية حتى ما أصيروا المحاضرة عليكم طويلة تمام آآ طبعا راح تقولوا لي لخصنا هذا السلايد راح أقول لكم بالبداية أول نقطة عرفنا تعريف الرسبتر بأنه هو أي موليكيولز تمام يرتبط بيه drug drug bind to it and produced response وينتج للرسبونس الاستجابة والرسبتر ممكن قلت لكم يكون إنزايم ممكن يكون Nucleic Acid ممكن يكون protein أكثر أنواع الرسبترات شو عنك بالأدوية اللي راح نستخدمها هي البروتين قلنا أكو أربع أنواع عندي أو أربع عوائل عندي من الرسبترات هي Legan-Gated Ion Channel G-Protein Cobbled Receptor والإنزايم Linked Receptor والإنتراسيلولر رسبتر هاي صورة ثانية توضح لكم أنواع الرسبترات Legan-Gated Ion Channel G-Protein Cobbled Receptor إنزايم Linked Receptor وإنتراسيلولر رسبتر كل وحدة تحفظون المثال اللي عليها يعني مثلا أقول لكم سؤال بالأم سي كيو الألفا والبيتا أدرينو رسبتر هذا النوع من الرسبترات Legan-Gated لو G-Protein لو إنزايم Link لو إنتراسيلولر فتقولوا لي G-Protein Cobbled Receptor هي نوع الألفا والبيتا أدرينو رسبتر إذا أقول لكم النيكوتينيك رسبتر فتقولوا لي هاي Legan-Gated Ion Channel إذا أقول لكم الإنزايم رسبتر تقولوا لي هاي إنزايم رسبتر تمام؟ لأن الإنزايم وان تشتغل على التايروسين كاينيز رسبتر إذا أقول لكم الستيرويد رسبتر أو الستيرويد دراج وان تشتغل على الإنتراسيلولر رسبتر ليش؟ لأن الستيرويد مادة دهنية كوليسترول تقدر تخترق الغشاء مال الخلية اللي بتبعي لها لأنه هو طبقة دهنية فممكن تدخل داخل الخلية وتسوي الاستجابة مالتها تمام؟ فهاي الأمثلة كلش مهمة ممكن تجيكم تمام؟ هسا رح نبديه بعدين تجيب روتين كابلد رسبتر ويخلص البارت الأول من المحاضرة باعوا شباب أنا عندي نوعين عندي ليغاند قيتد آيون شانل وعندي فولتج قيتد آيون شانل طبعا يعني كأمسي كيوات أو كأسئلة حتى ما دوقكم بيها ما رح يقول لكم تعالوا عرفوا لي أو شرحوا لي شنو ليغاند قيتد آيون شانل شنو فولتج قيتد آيون شانل رح أقول لكم مش يجيب لكم بس أول شي خليني يجي نقرأ باعوا الليغاند قيتد آيون شانل هو هذا شكله باعوا وين صاير هذا هاي الليغاند قيتد آيون شانل هذا هو هاي هي عبارة عن آيون شانل قنوات آيونية قناة الكلور قناة الصوديون ركي تتمعانين بيها تمام فهي من يجي الدرق من يجي الليغاند الليغاند يقصد بي درق تمام من يجي رح شي يسوي رح أوبن شانل شانل أوبن رح تنفتح القنوات ويصير الرسبونس تدخل يعني الآيونات الكلور يدخل الصوديوم ما أدرشين ويطلع البوتاسيوم هاي الأشياء اللي حتصير بينما من ماكو الروسبتر فارغ ما علي درق تمام القناة ش رح تكون رح تكون مسدودة هذا هو الليغاند آيون شانل بكل اختصار اكو درق اكو ليغاند رح تنفتح القنوات يدخل الصوديوم يطلع بوتاسيوم مدرشين وصير الاستجابة ماكو قنوات ماكو درق رح تنسد القناة channel close هاي الصورة خير دليل وخير مثال عليها باعو خلي أشوفكم أو خلي أشرح لكم باعو The extra cellular portion of the leagand gated ion channel usually leagand binding site يعني الجزء الخارجي من عنده باعو هو بي جزءين جزء خارجي وجزء صير عالميمبراين وجزء داخلي الجزء الخارجي هو الجزء اللي رح يرتبط به لدرق فيسمونا leagand binding site يعني الجزء اللي رح يرتبط به leagand تمام زين موفد معلومهم ولا رح تجيكم طبعا هذا الموقع leagand binding site هو اللي رح ينظم الشكل ما للبورز ينظم الشكل يعني هو اللي خليها تنفتح وتنسد باعو النقطة النقطة الثالثة يبدأ الحشي النقطة الثالثة ردكم تنتبهوا لي The channel is usually closed الغنوات فيها بالقالب يعني مسدودة closed Until the receptor is activated لحد ما الريسابتر يتنشط بيش بالأغونست لحد ما يجي لدراج وينشطها تمام وش أوبن من ينفتح رح ينفتح بريفلي يعني فترة قصيرة تمام for a few millisecond تنفتح القنوات لفترة قصيرة ليش منطيكم مثال باعو النيكوتيني كرسبتر ركزويا النيكوتيني كرسبتر من يشتغل عليها استايل كولين اللي هو الأغونست مالتها من يجي الاستايل كولين يشتغل على النيكوتينيك رسبتر رح تنفتح يصير أوبين فاش رح يصير صوديوم انفلوكس انفلوكس اند بوتاسيوم اوت فلوكس يعني شي يصير يدخل الصوديوم ويطلع البوتاسيوم فيصير الاكشن بوتينشيال فيصير كونتراكشن بالاسكليت المصل افتهمتوا الفكرة رح عيدها من جديد باعو الفكرة ويايا رسبتر اسمه النيكوتينيك رسبتر رح يجي الاقونست مالت اللي يشتغل علي اللي هو من هو اسيتايل كولين يشتغل على الرسبتر رح تنفتح القنوات شي يصير يدخل الصوديوم يطلع البوتاسيوم فيصير الاكشن بوتينشيال فيصير كونتراكشن بالاسكليت المصل المثال الثاني عندي القابا رسبتر اللي يسموها غاما أمينو بيوتريك أسيد اللي هي القابا رسبتر زين القابا رسبتر من يجي الاقونست مالت هيشتغل علي هيفتحها شو رح يصير انيكريزي لكلورايد انيفلكس يعني القابا رسبتر من تنفتح شو رح يدخل رح يدخل للكلورايد رح يدخل للكلور فيصير هايبر بولارايزيشن هاي ماخذيها حتى بمحاضرة السيداتيف والهيبنوتك البنزو دايزيبين مو يشتغل بها الطريقة يشتغل علي القابا رسبتر سوي يسوي لها اكتيفيشن فيدخل لكلورايد تمام فيسوي هايبر بولارايزيشن تذكروا هاي نفسها بمحاضرات السيداتيف والهيبنوتك فتقريبا المحاضرة ده تنعاد عليكم فالليغند قيت دايون شنال الشغل لو ما بيهي انه من يجي الاقونست او من يجي الليغند او من يجي لدراج يشتغل على الرسبتر تمام رح تنفتح القنوات تدخل الايونات شرح يصير رح يدخل لكلور فيصير هايبر بولارايزيشن وصير الشغل الفولتج قيت ايون شنال فكرتها بالضبط نفس الشي همات باعو هنانا كلوست مسدودة الرسبترات هنانا مفتحت هنانا تعتمد على الكتريكل يعني على الاشارات الكهربائية سالب وموجب تمام لان هي اسمها فولتج كهربائية هناك شانت اسمها انفتحت هنانا الفولتج لا تعتمد على الفولتية على الاشارات تمام فباعو هي ايضا جزء من الترانز ممبرين بروتين اكتيفيتد باي تشينج ان الكتريكل ممبرين تمام الكتريكل ممبرين بوتينشيال من يتغير الكتريكل ممبرين بوتينشيال لحصير لها اكتيفيتد وتنفتح منو المثال عليها اللي هي تعتبر فولتج غيتد تذكرون مو قلنا الصوديوم راح من يقل دخوله تمام فيقل فيصير التخدير ها هي اللوكل كيش تشتغل اللوكل انستيكس خلينا فرض هذا الرسبتر مالتها من يجي لدراج راح راح يجي يشتغل بشنو الطريقة اللي يشتغل بها الكتريكل ممبرين بوتينشيال يعني فالصوديوم راح ما راح يقدر يدخل فيصير اللي قليدة منعودكم بالليغاند غيتد ايون شانل وبالفولتج غيتد ايون شانل ثلاث شغلات شغلة الاولى حتى جيبكم ايها بالامتحان حتى تجاوبوها شغلة الاولى بالليغاند غيتد ايون شانل على شنو تعتمد على ليغاند على يعني مثلا النيكوتينيك ريسبتر منو ينشطها الاستاليال كولين يدخل الصوديوم يطلع البوتاسيوم انتهت هاي الشغلة الاولى شغلة الثانية القابا ريسبتر مني نشطها مني يجي اشي يصير بيها يدخل لكلورايد يعني كريز بالكلورايد انفلوكس عرفناها انطوني مثال على لولتج غيتد ايون شانل لوكل انستيديك تمام خلصت هاي اللي تعرفوا لياها فقط منها وتخلص الشغلة هسا رح نيجي على النوع الثاني من انواع الرسبترات بعد ما خلصنا والفولتج غيتد ايون شانل اللي هي اول نوع رح نيجي على جي بروتين كابلد رسبتر باعوا شباب جي بروتين كابلد رسبتر اني عليها ثلاثة سلايدات اتوقع هذا سلايد وهذا سلايد وهذا ثلاثة سلايدات وتخلص المحاضرة قبل ما احكي هي اريد اشوفكم صورتها لان الصورة كل اللي ضروري هنا تفتهموها باعوا 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 ال جي بروتين كابلد رسبتر هو عبارة عن رسبتر اوكي حال حال بقي الرسبترات بجزء خارج الخلية اكسترا سيلولر وجزء داخل الخلية تمام يعني هذا غشاء الخلية تمام اشرلكم عليها اكو جزء من عنده اكسترا سيلولر هذا اشرلكم عليها واكو جزء من عنده داخل الخلية شي يصير من يجي لدراج يتشلب بالجزء الخارجي ش راح يصير راح ينشط فد بروتين يسمونه جي بروتين تمام هذا جي بروتين متكون من الفة وبيتا وقاما سبيونت متكون من ثلاث وحدات تمام من يتنشط هذا الجي بروتين راح يرتبط بفد شي اسمه جي دي بي ومن يرتبط بالجي دي بي الجي دي بي راح يتحول الى فد شي اسمه جي تي بي الجي تي بي عن طريق سكند ماسنجر راح ينفصل هو والالفة باع انفصل هو والالفة هنا بالخطوة الثالثة البيتا والقاما يبقون تشلبين بالسل الممبرين الالفة ينفصل ادنيل سايكليز ينشطونه هذا الادنيل سايكليز هو يسو الرسمونس باعوا هذا الحشي اللي حشيته اني اذا تحشونه الدكتور بروفيسور بالفارما او بالكيميا راح يضحك عليكم ليش يضحك عليكم لان اني حشيت لكم انتم طبعا ما تحتاجوها شوفوا باعوا اني اقدر احشي لكم السالفة وشون ما صير نصا بالحرف بس اشياء ما مطلوبة فقط اللي يريدي عادل يروح يدرسها بالتفصيل بينما انت تريد تنجح وتريد تدرس ما راح يجيك من عندها شي يجيك السؤال باعوا شي يجيك السؤال يجيك الجي بروتين كبلد ريسبتر او يجيك السكند ماسنجر وين موجود موجود بالجي بروتين كبلد ريسبتر لو موجود بالفولتج جيتيد لو موجود بالانترا سيليولار لو موجود بالانزايم ريسبتر السكند ماسنجر هو مخصص اهنان هذا النوع هذا دعم السؤال يجيبه يقولك شنو الجي بروتين الجي بروتين هو عبارة عن بروتين موجود بالسيل ميمبراين بي ثلاث وحدات أو ثري ساب يونيت ألفا وبيتا وقاما الألفا هي اللي ترتبط بالجي دي بي تمام وتحولها إلى جي تي بي بعدين يرتبطون ويسكند مانسنجر ويسووا لي الرسبونس بينما البيتا والقاما يبقون بالسيل ميمبراين هذا مختصر كحاجي دوخة ما أريد أدوخكم واللي يريد حاجي دوخة يتدلل يراسلني أنا أمطي دوخة مالتها وأصلا أنتو حدوخون بيها السم راح نقراها باعوا جي بروتين كابالد ريسيبتر خلي أجي أحتيكم عليها قلت لكم هي يعني الجزء الخارجي من عندها الجزء اللي طالع من عندها خارج الخلية هذا ش راح يحتوي يحتوي على مكان بايندنج يرتبط بالليغند اللي الدراج والإنتراسيلولار دومين والجزء اللي صير داخل الخلية راح يتفاعل ويأ penis يتفاعل ويجي بروتين الجي بروتين هو مختصر اللي celui نيوكليوتايد بايندنج بروتين يختصرونه بجي بروتين طبعا الجي بروتين بأنواع بماني كاينتز بعدة أنواع بجي أس اللي هو الجي بروتين استيميوليتت بجي آي اللي هو جي بروتين انهيبتد وبي جي كيو اللي هو G-Equilibrium اللي هو لا بحالة Stimulated ولا بحالة Inhibited صار بحالة توازن Equilibrium تمام النقطة الثالثة هاي مهمة ركزوا عليها خاف تيجيكم الألفا ساب يونت هو اللي راح يرتبط بالGTB ذكروا بالرسم الذكروا الجي تي بي منه مرتبط به الألفا فالألفا ساب يونت هي اللي ترتبط بالGTB بينما البيتا سوري البيتا والقاما ساب يونت هذولة Encore the G-Protein in the Cell Membrane يعني ذولة راح يبقون يثبتون الجي بروتين بالCell Membrane يبقون البيتا والقاما بالCell Membrane بينما الألفا هو اللي راح يرتبط بالGTB تمام وهذا الرسم يوضح لكم الخطوة الثالثة الألفا هو اللي راح يرتبط بالGTB أعيد عن الرسم الحاجة اللي حجيتها الاكسترا سيليولار دومين يعني الجزء اللي صار خارج الخلية يحتوي على Legand Binding Area Legand Binding Area يعني مكان حيرتبط به Legand أو مكان حيرتبط به Drag والإنترا سيليولار دومين هو عبارة عن الجي بروتين اللي بي تلف أنواع GS GI GQ G Stimulated G Inhibited و G Eccoliburial الجي بروتين هو متكون من ثلاثة سبيونت ألفا وبيتا وقاما الألفا ترتبط بالGTB تمام والبيتا والقاما يبقون يثبتون Cell Membrane تمام تمام نكمل حاجينه باعوا Binding of the Agonist من يرتبط الأغونيست ع الرسبتر يعني اللي drag من يرتبط ع الرسبتر راح يزيد ارتباط الجي تي بي بالألفا هو عني الألفا من يرتبط بالجي تي بي راح يصير لديسوسييشن يعني ديسوسييشن شنو باعوا هذا ديسوسييشن يعني هما كانوا الألفا والبيتا والقاما مرتبطين بالجي تي بي كلهم سوى من يزداد ارتباطي راح يصير والبيتا والقاما يصير واحد حتى تشوفون هنا كاتبكم أنه الألفا سبيونت أوف جي بروتين ديسوسييت عن تاكتيفيت الأدينيلي سايكليز تحلل لتعافة البيتا والقاما راح تجي تنشط من هو الأدينيلي الأدينيلي سايكليز تنشط الأدينيلي سايكليز اللي هو يعتبر السيكند ماسنجر تمام السيكند ماسنجر هنا من هو تقروها بس أعرفوا أنه السيكند ماسنجر وين موجود موجود بالجي بروتين كابلت ريسبتا زين السيكند ماسنجر هاي أرجع حجي لكم إياه هنا السيكند ماسنجر هو الكي ديستربيوتر أوف the external signal يعني من تجي الإشارة الخالجية من اللي راح يستلمها ويوزعها هو السيكند ماسنجر باع وهنا أريدكم تعرفوا لي فرق مهم أكو أنا مو قدت لكم ثلاثة أنواع G-Stimulated و G-Inhibited و G-Equilibrium هذولة الثلاثة اللي نولتهم بالأصبر G-Stimulated و G-Inhibited من هو السيكند ماسنجر مالتهم اسمه Adenyl Cyclis إذا تنسئلون G-Stimulated G-Protein Stimulated و G-Protein Inhibited من هو السيكند ماسنجر مالتهم Adenyl Cyclis تمام هذا الإنزيم اللي نشطونه من هو العفو هذا الإنزيم اللي نشطونه من هو السيكند ماسنجر مالتهم Cyclic AMP تمام Cyclic Adenosin Monophosphate هذا هو السيكند ماسنجر بينما G-Protein Equilibrium يا هو الإنزيم اللي راح ينشطونه Phospholipase C زين من السيكند ماسنجر مالتهم هاي عدها 2 سيكند ماسنجر اللي هما IB3 و Dage IB3 اللي هو الانوسيتول triphosphate والDage اللي هو الداي أسيلي غليسيرول تمام هاي كلش مهمة تعرفون G-Stimulated و G-Inhibited من هو السيكند ماسنجر مالتهم Cyclic AMP شي نشطون ينشطون للأدينيل Cyclic بينما G-Equilibrium شي تنشط تنشط الفوسفول I-Base C من هو السيكند ماسنجر مالتها السيكند ماسنجر يأما الإنوسيتول triphosphate اللي هو IB3 يأما الداي أسيلي اللي هو الداج تمام هذول هما السيكند ماسنجر مالت G يقول بريام تمام يا شباب طبعا هاي صورة ثانية توضع لكم G-Brotein Cabal Receptor هاي G-B-C-R يعني G-Brotein Cabal Receptor طبعا هاي يشوفكم G-Brotein متكون من 3-Sup Unit Alpha و Beta و Gamma ال G-D-B ويا من يرتبط أو G-T-B يرتبط ويا Alpha تمام بعدين يصير dissociation ينفصل من ال Beta و Gamma اللي يبقون متشلبين بالSyl Membrane الألفة يجي يرتبط بالG-T-B يروحون يحفزون السيكند ماسنجر تمام يحفزون يا أما مثلا الAdenyl Cyclic فيطلعوا لي السيكند ماسنجر اللي هو من هو Cyclic AMB أو يحفزوني الفوسفول I-Base C فيطلعوا لي السيكند ماسنجر اللي هو الداج والI-B3 تمام يا شباب هنا طبعا راح أتوقف خلاص البارت الأول إن شاء الله أكمل باقي المحاضرة بالبارت الثاني أي سؤال أو استفسار أو شيء مفتهمته تواصلوا إلي ألتقيكم بالبارت الثاني إلى اللقاء